مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة شكرا لدعمكم المستمر النهاردة وأنا بتصفح الأخبار لقيت كم كبير جدا من الجرائم اللي ممكن تنزل وتعمل تريند يعني هتبقى من الحجالة التريند اللي الناس بتحباه وبعض الزملاء بالفعل نزلوا حاجات منها يعني ولكن أنا من مبارح قلت أنا مش هنزل بكرة أي حاجة لها علاقة بالجريمة وبالفعل لقيت هذا الفيديو اللي أنا حبيت أن نعمله فأتمنى لو الفيديو ده عجبكو حبيتوه حبيتو الفكرة بتاعتو أعمله دعيك شوفوه للآخر لو عجبكو ولو ما عجبكوش قولولي برضو أي حد هيعمل ديسلايك ولو أنا أتمنى أن انتم ما تعملوش يعني بس اللي هيعمل ديسلايك قوللي في التعليقات أنا ما حبيتش الفيديو علشان واحد اثنين ثلاثة علشان أنا أخد بالي وابقى أفضل أتطور يعني كمان بالنسبة للفيديو ده حلاقي دلوقتي حالاً كمان دقيقتين ثلاثة بعد نزول الفيديو حلاقي حد دخل لي حيقول لي يا أخي لا يعلم الغيب غير الله حقول له ونعم بالله بس أنا أصدق من العنوان ده الأنوان ده إحنا يعني بعد الشر عليك كلكو ولكن لو حد فيه يعني حصلت عنده حالة وفاءة وعند اللي حواليه دايماً بيسمع القصص والحكايات ما بتنتهيش عن الموضوع ده وبيبضلوا يحكو في القصص بتاعة الوفاة وما قبل الوفاة وفي ناس تيجي تقول لك سبحان الله فلان الفلاني ده عمره ما عمل الحاجة الفلانية أول مرة يعمل الحاجة الفلانية سبحان الله وكأنه كان حاسس إن وفاته قربت يعني أو يومه قرب هو ده القصد من معنى الفيديو وليس المعنى الحرفي إن هما بالفعل كانوا عارفين وطبعاً الفنانين فيه قصص أسطورية وانهيات غريبة يعني كانت آخر حاجة بتربط الفنانين دول بالدنيا وزي ما كانت الكاميرات بتتباعهم وقت شهرتهم ومجدهم كمان بتتباعهم لحظة دخولهم القبر وفيه حاجات يعني بمجرد سماع خبر الفنان من دول تلاقي إن فيه قصص كتيرة وغريبة ظهرت عنه بتوصل لدرجة الحاجات الأسطورية والقصص الأسطورية ومنهم من قالوا عنه إن هو رجع للحياة بالفعل زي صلاح قبيل الله يرحمه وقصص وشيات كتير ممكن نتناولها في حلقات قبل كده لكن اليوم هو الفيديو عن نجوم كانوا على العالم بموعد رحيلهم أو على الأقل يعني لو عايزين نعدل العنوان عشان ما يزعلش الناس مني وهم كده كده بيزعلوا يعني إرضاء الناس دي حاجة لا يمكن إدراكها حنسميه إن كانوا حاسين إن هم حيموتوا طيب أول حد عندنا الفنان علي الشريف علي الشريف كان بيتساعد المصرحية علشان خطر عيونته وكان خلاص الافتتاح تاني يوم جاءت وجايب كتاب اسمه استشهاد سيدنا الحسين وقعد يقرأ فيه لحد الفجر قعد شوية كده وحس التعب فزوجته يعني لحظت إن هو تعبان بتقوله ما لك يعني فقالها لا ما فيش حاجة إلا إن التعب زاد عليه من تأثره يعني وفقا للرواية من قراءة القصة بتاعت استشهاد الإمام الحسين ومع الوقت زاد التعب عليه فزوجته اسمها خضرة محمد إمام طلبت منه إن هو يلا يعني إلبس يلا وتعالى نروح للدكتور علشان نشوف فيك إيه إلا إن هو بعد شوية طلب منها إن هي يعني ما تتعبش نفسها ما تروحش للدكتور ولا حاجة وقالها خلاص أنا بموت وحمود كمان شوية ما تروحيش الشغل النهاردة وما تخليش الولاد يروحوا المدرسة ولما أتوفى ما تعضيش تصوتي وتسرخي وبعديها بالفعل شوية راسه تقلت وقال لها إن أنا فعلا حمود وخلاص أنا في البرزخ وتوفى رحمة الله عليه وسط ظهول زوجته إن هو قعد يكرر إن هو خلاص بيموت خلاص بيموت ولكن طريقة موته بتقول يعني وفقا للرواية إنها قلصت على نص حزنها تقريبا ما زعلتش أو يعني حست إن هو هيكون في مكان أحسن بإذن الله من القصص بقى أو من الفنانين التانين اللي أنا بحبهم جدا واللي وفاتهم أثرت فيها من ساعة وفاتهم لحد النهاردة هي الفنانة سعاد ناصر الفنانة سعاد ناصر كانت عاملة وقتها إعلانات كانت بتعمل إعلانات وكانت في أوج مجدها الفني يوم 5 يناير تقريبا آه 5 يناير 2007 دخلت تعمل عملية شفط دهون للأسف ماتت مطلعاتش من المستأشفى طبعا الحادثة دي كان لها قصة يبيرة وكان لها قضية والقضية دي اتحكم فيها أول درجة على دكتور التخدير لأن هم قالوا أو دي الحقيقة مش هم قالوا لأن دكتور التخدير أهمل بشكل أو بآخر في الجرعة اللي المفروض يدهالها فأخد في أول درجة في المحاكمة ثلاث سنين وبعد كده خد سنة مع إيقاف التنفيذة إلا إن مش دي القصة ممكن نبقى نحكيها في فيديو تاني الحكاية بقى خرج الشيخ سيد حمدي بتصريحات أثارت استغراب الكثيرين عن وفاة سعاد ناصر لأنه خرج يوم بعديها يعني قال إن حصل مكالمة ما بينه ما بين سعاد ناصر الله رحمها يوم 26 ديسمبر 2006 وتقول له يا شيخ أنا حلمت بحلم وعايزك تفسرهولي قال لها احكي الحلم قالت له أنا ماشي في الشارع واقع مني الحذاء بتاعي اللي أنا لابسه في رجلي وبابا جابهولي وبعدين استحبني خدني في قوضة ديقة وقعد معي لمدة سبع أيام في القوضة دي وقالت له يا أبي أريد أن توسع هذه الغرفة الشيخ فسر وقتها الحلم لسعاد ناصر الله رحمها إن الحذاء ده يرمز للمشي إن هي ماشية في طريقة أو حاجة وسقوطه يعني إن هي هتقع في مشكلة كبيرة أو في مصيبة القوضة الديقة هي القبر أبرها والأيام السبعة اكتمل الأسبوع أو العام وصولاً لألفين وسبعة في وسط باع الكلام ده أو القصة دي قال لها إيه؟ قال لها إن هي توسع أبرها يعني حاولي إن إنت لو إنت قدامك وقت أو يعني إن شاء الله ربنا يديك الصحة ويديك الوقت يعني إن إنت حاولي توسعي أبرت بالتقرب إلى الله بالتوبة والندم وردت الرحلة سعاد ناصر الله يرحمها بتقول له أنا نوية أغير مصور حياتي وأبدأ حياة جديدة لأنني أحب القرآن والرسول وفي اليوم اللي بعده دخلت المستشفى خرجت منها على القرآن الله يرحمه الفنان محمود المليجي برضو ليه قصة القصة بتاعته في نهايته وفي وفاته يعني الله يرحمه كان بيمثل آخر مشهد له من فيلم أو من فيلم الأخير يعني أيوب المخرج هاني لاشين في خلال حوار تلفزيوني قال إيه؟ قال إن الفنان محمود المليجي كان طلب أهواء وقعد يستعد المكياج وكان ساعدها معاه في نفس الغرفة الراحل الله يرحمه عمر الشريف ساعدها فجأة كده وهم قاعدين قاعد يقول لعمر الشريف فيه أخي الواحد ينام ويصحى ينام ويصحى وبدأ يعمل أداء تمثيلي اللي هو بيقوله للكلام اللي هو بيقوله لدرجة أن الناس في البلاتو بدأوا يركزوا له إن المحمود المليجي لما يمثل حتى لو كده يعني كروكي على الهواء من غير ما يكون في حفظ من غير ما يكون في نص أكيد تمثيله ممتع الناس بدأوا أنه هما يتفروا على اللي بيقولوا محمود المليجي فبيقول الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر ونم بالفعل وبدأ يشخر ساعتها يعني الناس بدأوا يقولوا فضل بقى نايم فترة وكأنه هو تعبان يعني سابو يريح إلا أنهم بعد شوية طلبوا منه يعني يصحى يالله إصحى يا أستاذ محمود ولكن أستاذ محمود كان يمثل مشهد موته موته مات حسنا آخر واحدة وآخر فنانة يعني والفنانة ممكن نعمل عنها وعن قصتها وعن نهايتها وعن ما نتهم في قتلها أو إن كان الموضوع كده قتل أو قدر ممكن نعمل حوالي 100 حلقة حسنا هي الفنانة اسمهان الفنانة اسمهان أثار موتها الكثير من التكاهنات كانت بتمثل في فيلم من إنتاج يوسف وهب على ما أعتقد أيوة وكان اسمه غرام وانتقام سنة 1944 استأذنت من المنتج وقتها اللي هو يوسف وهب يعني أن هي عايتها تروح رأس البر تغير جاو لأنها زهد من التصوير وتعبت وخلاص يعني عايزها تروح تغير جاو وبالفعل المنتج قال لها خلاص اوكي روحي خدت واحدة في طريقتها يعني صديقتها ومعرفش اسمها ايه اسمها ميري كلادا يعني وفقا للمكتوب يعني وخدت عربيتها وطلعت بالسواء وعدت على طريق الطريق ده في ترعى وماتت في الحال والسواء لم يصب في هذه الحادثة يعني ما حصل لهش حاجة واختفى ومحدش عارف يجيبه وده خلق وفاة الفنانة اسمهان يكون حواليه علامات كتير وعلامات استفهام كتير الرجل ده كان مين وهل هو تبع جهة تبع حد وتم اتهام زوج اسمهان الثالث او الثالث يعني احمد سالم انا لا اعرف ان اتكلم هذا اللغة عربية طالما ايه او بلطأ غلط تم اتهام الثالث لاسمهان احمد سالم بوفاة اسمهان يعني وكمان اتهم ام كلسوم لان في بعض الناس كانوا يرون ان اسمهان ممكن تكون بتشكل تهديد تهديد كبير لام كلسوم ولكن اعتقد ان الفنانين يعني مش كل واحد ممكن يعني انا لو فيه يوتيوبر بنفسني اروح اتلو لا مش هيحصل وفيه حد جيه على بالي اول ما قلت يوتيوبر بنفسني المشكلة بقى في وفاة اسمهان او اللي خلى بقى القصة تبقى قصة كبيرة وفاة اسمهان ان قبل وفاتها بربع سنين وفقا لما ذكر يعني ان هي كانت كل اما تكون رايحة راس البر وتعدي على الترعة دي بتشعر بخوف ورعب بشكل غير مبرر خاصة لما كان فيه بعض يعني الالات كان فيه حد بيعزف دفوف او بيعزف بالات نفقة عموما يعني فكانت كل ما تشوف الناس دول بيعزفوا كانت بتخاف وكانت قالت في لقاء صحفي من اللقاءات ان هي تخيلت ان دفوف دي دفوف جنازة وفيه كمان اقويل عن موت الفنانة اسمهان ان فيه فلكي رجل في علم الابراج ولنعرف ايه وان كنا يعني انا يعني انا يصيبق بقى من حتة اذا كان نؤمن او ما نؤمن نسمع او لا نسمع او نسمع ان انا اخبركم وانا اتخبقوا عشان ما نخشاش في قصة فلكي اسمه الأسوتي تنبأ لها في بداية مشوارها إنها هتكون فنانة ونجمة ولكنها هتكون ضحية حادث في الماء حلقة النهاردة خلصت لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات أرجوكم أوليو تعالوا نحكي قصص ممكن تكون في عابر يلا تصبح على خير وأشوفك على خير في حلقة بكرة مع السلام